حشوة الخالدة هذه العيالي أنا سمعتها بس أنا في العزة في هذا الموقف أنا لمست أنا عشت إني أنا واحد من عيالك حن عيالك أوجزت مدى قوة التلاحم الوطني واللفتة الأبوية من سمو الأمير في موازرة ومواسات ذوي الشهدين الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني فيما أيضا عبرت أسرة شهدي العمل الخيري عن شكرهم لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أكد لهم عزم المجلس متابعة إجراءات التحقيق لكشف الجنات والقصاص منهم أولا جينا نشكره على وكفته أنا مواطن أنا ضمن هذه الأمة وهو يرأس هذه الأمة هو يرأسني وأنا جيت أنقله هذا الشكر لأنه تعنى وجانا المقبرة تعهد أخ الفاضل رئيس مجلس الأمة أن هذا دوره ويزاهر الله خير بشكور وطلب مننا بالرجانة أن نحن نترك هذا الأمر ولا نتدخل فيه بس ننتظر هذه النتائج حقيقة الأخ مرزوق الغانم يعني من ما تقول غمرنا بحبه وغمرنا بما شعرنا فيه من تعاطف مع قضيتنا واهتمامه كذا ولقد أبدأ استعداد كامل لأن يتولى مسؤولية متابعة التحقيق التحرك نحو متابعة التحقيقات في حادثة استشهاد الشيخين حظيت باهتمام نيابي وقد تصدر الرئيس الغانم هذا التحرك لمسة وفاء واعتزاز أبدتها أسرة فقدي الكويت لسمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني ولكافة أطياف المجتمع على ترابط وتلاحم جسد العائلة الكويتية الواحدة اشتركوا في القناة